وحيكم مشاهدين بداية عرض الصحافة مع لوموند الفرنسية التي كتبت من نابلس بالضفة الغربية عن إبراهيم النابلسي الشاب الفلسطيني الذي قتله الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي وهو في الثامنة عشرة من عمره تقول لوموند إن إبراهيم الذي كان يصر على أنه لا ينتمي إلى أي فصيل سياسيا فلسطيني بل إلى الكل تحول إلى بطل قومي في الضفة الغربية وإلى رمز لجيل من الشباب يدفعه اليأس والأحباط إلى البحث عن طرق لأحياء المقاومة المسلحة وتشرح لوموند أن الجيش الإسرائيلي سجن إبراهيم وهو في الخامس عشرة من عمره وأنه كشف لمقربين منه بعد الإفراج عنه أنه تعرض للتعذيب ولذلك تقول والدته أنه عاد من السجن أكثر عدوانية وإصرارا على الانتقام من إسرائيل وقالت الصحيفة الفرنسية أن اسم إبراهيم يدوي في الضفة لا سيما أن الجيش الإسرائيلي حاصره وقتله بعد أن رفض الاستسلام أشر تحليل فيها آرتس الإسرائيلية إلى أن الاشتباكات على غرار ما حدث أمس في مدينة جينين قد تؤدي إلى شن إسرائيل عملية كبرى مفتوحة في الضفة الغربية قبل الانتخابات العامة المقررة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل لكن يجب على الحكومة الإسرائيلية أخذ بعين الاعتبار الحساسية الإسرائيلية المتزايدة تجاه الخسائر العسكرية في هذه العمليات وتقول هآرتس إن الحكومة والجيش الإسرائيليين تعرضا لانتقادات حادة بسبب المخاطرة بحياة الجنود في عمليات داخل مناطق مقتضة بالسكان ما أدى إلى تزايد الدعوات لاستخدام طائرات مسيرة لينا أبو عقلي ضمن قائمة المئة شخصية الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2022 التي أصدرتها مجلة تايم الأمريكية وبمناسبة هذا التصنيف كتبت تايم عن لينا أنه بعد مقتل عمتها مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلي أثناء مهمة صحفية في الضفة الغربية المحتلة أصبحت لينا أبو عقلي وجها لحملة دولية تطالب بمحاسبة إسرائيل وذكرت المجلة بأن لينا أجرت خلال الأشهر التي أعقبت اغتيال عمتها في شار أيار مايو الماضي عشرات المقابلات الصحفية والتقت مع المشرعين الأمريكيين للدعوة إلى تحقيق أمريكي مستقل وقدمت مؤخرا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لهاي وختمت المجلة قائلة إن جهود لينا أبو عقلي عززت مهمة عمتها الراحلة وباتت بمثابة امتداد لها من خلال المطالبة علنا بمساءلة إسرائيل على معاملتها للفلسطينيين أشرت صحيفة الولد سريت جورنال إلى أن ضم روسيا للمناطق الأوكرانية الأربع التي جرت فيها استفتاءات سيزيد عدد سكان روسيا بنحو خمسة إلى ستة ملايين نسمة وتضيف الصحيفة أن تناقص سكان روسيا شكل مصدر قلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي أصدر في السنوات الأخيرة قوانين تمنح حواف زامالية للنساء لإنجاب المزيد من الأطفال ويرى محللون أن الزيادة السكانية ستوفر أيضا مجموعة يمكن من خلالها سحب قوات إضافية للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا وبدأت بعض المناطق بتوزيع جوازات السفر الروسية قبل الاستفتاءات كما تم اعتماد مناهج روسية للمدارس اعتبرت صحيفة التليغراف تسرب الغاز من خط أنبيب نورد سريم جريمة كبرى بحق البيئة وقدرت السلطات الدنماركية أن التسريبات من خطي نورد سريم تعادل إطلاق ما يقرب من 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاما وهذا يمثل حوالي عشر إنتاج غازات الدفئة السنوية لبريطانيا والانبعاثات السنوية الكاملة لدنمارك قال موقع فورين بوليسي أن سياسة الخارجية لعبت دورا ما في الانتخابات الإيطالية ولفتت الانتباه إلى أن الاتلاف اليمني بقيادة جورجيا ميلوني اتخذ موقفا موحدا على ما يبدو من الحرب في أوكرانيا ودان ما سماه العدوان الروسي متجاهلا في الوقت ذات الانتقادات لمواقف السابق الودية تجاه موسكو وفي مقابل تناسق موقف من روسيا تشير المجلة إلى تحول التحالف اليمني تدريجيا نحو نهج منقسم تجاه الصين يتخلله العداء مشيرة إلى علاقات ميلوني الطويلة الأمد مع تايوان وختمت الفورين بوليسي بالقول أن هذه الاختلافات أثارت تساؤلات بشأن موقف تحالف اليمين في القضايا الخارجية والذي يفترض أن يكون موحدا كتبت الواشنطن بوست الأمريكية أنه مع احتدام الاحتجاجات الداخلية نفذت إيران ضربات استهدفت الأكراد في العراق لكن السكان المنطقة رأى أن الهجمات محاولة من طهران لحرف الانتباه عن الاحتجاجات وإلقاء اللوم فيها على جهات خارجية الصحيفة تنقل عن هوى عثمان المحلل السياسي الكردي المقيم في أربيل أن رسالة طهران في هذه الهجمات هي أن الاضطرابات الداخلية تحرد عليها كيانات معارضة تتخذ من كردستان العراق مواقع لها لكن في الواقع هي معارضة أو معارضة علنية داخلية ضد النظام وأضف عثمان أن الرسالة الإيرانية لخصومها في كل هذه الهجمات المستمرة هي أنها تستطيع أن تؤذيهم وأن أمريكا عاجزة عن حمايتهم والسلطات الكردية لا تملك سوى الإدانة أشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن الأعصار أين أدى إلى تعطل كافة مجالات الحياة في ولاية فلوريدا الأمريكية لكن الأعصار لم يكن كافيا لمنع الحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء فقد تواصل بث الإعلانات سواء على التلفزيون أو رقميا وتشير الصحيفة إلى أن الاتهامات توجه عادة لكل الطرفين بشكل روتيني باستغلال الكوارث لتحقيق مكاسب سياسية وقد جاء هبوب الأعصار في وقت محوري قبل أقل من ستة أسابيع من الانتخابات النصفية للكونغرس لهذا العام ومن المفترض أن يبدأ معظم مسؤولي الانتخابات في فلوريدا إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد الأسبوع المقبل شكرا لمتابعتكم مشاهدين عرض الصحافة هذا ليس كل شيء المزيد في هذا اليوم معك مريم ومعك سوفيان